اهلا بكم في حالة جديدة من ارطلاب انا احمد عبودة وفيلم النهاردة البريق فيلم البريق هو فيلم دراما مصري من انتاج الف وتسعمية ستة وتمانية الفيلم بيحكي قصة الشاب البسيط احمد سبع الليل ورحلته من الجهل الفيلم من اخراج العملاق عاطف الطيب اللي اضطر يعمل نهاية بديلة للفيلم بعدما تحملت لجنة بالضم وزير الدفاع ووزير الدخلية ووزير الثقافة قررت منع الفيلم من العرض لانها بتعترض على النهاية العنيفة اللي في الفيلم وشوية حاجات فيه وبعض الاغاني الفيلم مر بعدة اسامي كان بدايتها بيت ابليس وكان ليه اسم تاني اللي هو سبع الليل وفي النهاية تم اختيار اسم البريء الفيلم من كتابة وحيد حامد اللي كتب الفيلم بناء على قصة حقيقية حصلتله لما كان فيه مظاهرة وضربوا عسكري امن مركزي اكتشف فجأة انه هو عارف العسكري ده وانه هما الاثنين من نفس البلد ويعرفوا بعض فالعسكري بصله وقال له استاذ وحيد هو انت من اعداء الوطن ساعتها جات الفكرة لوحيد حامد وقرر انه يكتب الفيلم ده والفيلم كان انتاجه كبير جدا مقارنة بافلام الزمن ده في مصر فكان انتاج الفيلم تقريبا ربعمائة الف جنيه في المعدل الافلام في الوقت ده كان انتاجها تقريبا بيكون في حدود المائة الف جنيه مدير التصوير هو العملاق سعيد الشيمي واللي كان تصوير الفيلم ده بالنسبة له مهمة عصيبة جدا ففي احد المشاهد لما كان شخصية محمود عبد العزيز بيضرب المساجين بالكرباج الكرباج خبط في مدير التصوير سعيد الشيمي وعوره وفي المشهد اللي بيطلقوا فيه الكلاب على المساجين كلب من الكلاب عضو في رجله ده غير ان هو اصلا كان بيصور معظم الفيلم بكاميرا محمولة على الايد والكتف في الصحرة في الحر وفي الطرق وكان في بعض المشاهد في الفيلم حقيقية جدا لدرجة ان مشهد الخناء اللي كان في المحطة من كتر محمد زاكي كان متقمص بل ان معظم اللي كانوا موجودين في المشهد مش ممثلين محترفين حصلت خناءة كبيرة جدا والناس عادت تضرف بعض حتى ان واحد راح لسعيد الشيمي مدير التصوير وقال له انت بتصور يا ابنل وراح ضربه وصادف ان كان واحد من الناس اللي في الخناءة كان ظابط شرطة ولابس مدني وتقبض على عطف الطيب ساعتها وتحط في الحجزة بتاع المحطة لحد ما فهموا الشرطة اللي هناك ان هم بيصوروا فيلم وان الموضوع كله مش حقيقي وتأسف للظابط وطلع والموسيقى التصويرية من الجميل عمار الشريعي وكلمات الاغاني من كتابة عبد الرحمن الابنودي الفيلم من بطولة الاسطورة احمد زكي في واحد من اعظم ادواره ان لم يكن اعظمها واللي بيقوم بدور احمد سبع الليل احمد زكي هنا بقى كان متقمص لدرجة كبيرة جدا الدور ده وكان مركز في الموضوع بشكل غير عادي فحصل عدة مواقف في صناعة التصوير زي ان هو في مشهد الزنزانة طلب ان هم يطلقوا عليه تعابين حقيقية سامة عشان يتقمص الشخصية ويعرف يقدي ان هو فعلا خايف وفي مشهد المطاردة مع محمود قبيل لما كان بيقبض عليه المشهد ده هو كان متقمص جدا اللي بقيت الممثلين خوفوا محمود قبيل وقالوله خلي بالك عشان احمد زكي بيتقمص زيادة على اللزوم وبيركز جدا في الدور فمحمود قبيل داخل اصلا المشهد خايف فلما احمد زكي هاجم عليه عشان يقبض عليه هو خاف منه بجد وضرب وعوره لانه افتكر الموضوع طلع بره التمثيل واحمد زكي خلاص دلوقتي هي راحت منه خلاص فهو دلوقتي بيدفع عن نفسه فمحمود قبيل فعلا عوره بجد بعدها بعد ما خلص التصوير محمود قبيل اعتزر له قال له لا اللي انت عملته ده هايل جدا وفي البداية خالص الفيلم ده كان هيبقى من انتاج الشركة الخاصة لأحمد زكي فتح شركة انتاج جديدة وده كان هيبقى اول فيلم ينتجه ولكن لما بقرى السيناريو لقى انه سياسي جدا وخاف انه ينتج الفيلم فكان الدور هيروح لنور الشريف حتى نور الشريف نفسه قال ان احمد زكي انسب للدور والفنانة سميرة احمد اللي اختارت ان هي تنتج الفيلم اختارت برضه احمد زكي وبكده بقى احمد زكي هو احمد سبع الليل بيشاركوا البطولة العملاق محمود عبدالعزيز في دور العقيد توفيق شركس وده كان ساعتها دور معاكس تماما لأدوار محمود عبدالعزيز المعتادة وبرغم انه وقته اقل في الفيلم ولكنه حصل على اجر مساوي لأحمد زكي وهو 25000 جنيه واخيرا ممدوح عبدالعليم في دور حسين وهدان يا رب تنفخ في صورة الحمارة عشان تشد حلها وتطرح البركة في البقرة عشان لبانها يكتر ده دعاء الفلاح الغلبان البسيط احمد سبع الليل وهو ماشي وسط القرية الصبح بحمرته وبقرته احمد سبع الليل بيتطلب في التجنيد بيروح وبيسيب امه واخوه اللي عنده اعاقة زهنية بيدخل اختبارات الجيش وبيتقبل جوه بياخد لايق في كل اختبار وبيتقبل بيروح معسكر في الصحراء بنكتشف بعد كده انه هو معتقل سياسي بتروح الكاميرا بعد كده وبتمشي مع راجل حنيا جدا وجميل مع بنته بيشتري لها هدية في عيد ميلادها بيرفض يشتري لها لعبة خطيرة زي المسدس وعايز اشتري لها حاجة حنيا راجل جميل بيطلع يلاقي العسكري ادنوا بخلفة بيشكروا وبيمشي بيشوفوا بعد كده في عيد الميلاد مع الاطفال وهو بيلعبهم وبيعملهم فقرة الساحر راجل في قمة الحنية وده انكل توفيق وزي ما تشحن العساكر للمعتقل عشان يشتغلوا هناك بنشوف المعتقلين الجداد وهم بيتشحنوا عشان يروحوا المعتقل بعد كده بقى بنقابل انكل توفيق بس وهو بقى العقيد توفيق شركس بيتكلم العقيد توفيق شركس الشراجل المخيف اللي كل الناس بتخاف منه مع المعتقلين الجداد بيخوفهم وبيرهبهم لحد ما واحد من المعتقلين بيرفض حاجة هو بيطلبها منه فبيربطه في الحصان وبيجري به في المعتقل مع الوقت بيتحول أحمد سبع الليل للعسكري المثالي ما بيفكرش ما بيردش ما بيرجعش بينفز وهو ساكت ومبسوط انه بيحارب أعداء الوطن بيجي المشهد بتاع هروب الكاتب رشاد عويس وفي المشهد ده أحمد زاكي قعد في صندوق الزبالة ده ساعتين قبل التصوير عشان يندمج وما يقرفش من الريحة وياخد عليها بيمسكه أحمد سبع الليل بكل تفاني وبيقتله فبيرأيه العقيد توفيق شركس لعريف وبيديله أجازة مكافأة بيرجع وبيشوف أمه الشقيانة وبجري على الغيط عشان يساعدها في الأرض ويشتغل مكانها في تصوير المشهد ده مدير التصوير سعيد الشيمي والمخرج عطف الطيب ما كانوش عارفين ان العسكري اللي جاي عليهم ده أحمد زاكي كانوا فاكرينه واحد فلاح راجع من التجنيد اتفاجأوا لما قرب منهم ان هو فعلا أحمد زاكي ومتقمس جدا ولابس كويس جدا والشخصية لايقى عليه جدا بيقلع الميني وبينزل يشتغل مكانهم وفي الأرض بعد كده بياخد أخت حسين وهدان صديق الطفولة عشان يودهاله القاهرة بيحصل بعد كده ان لجنة بتيجي تفتش على السجن بعد خبر موت الكاتب طبعا بيحولوا السجن في لحظة إلى منتجع سياحي ومكان لتنمية العقول والأفكار بعدها بييجي حسين وهدان صاحب أحمد سبع الليل في شحنة مع معتقلين جداد لأنه معارض بيتخض أحمد سبع الليل وبيقول لهم لا يا جماعة ده مش من أعداء الوطن ده صاحبي أنا عارفه أنا متربي معاه فبيسجنوهم سوا وبيدخل سبع الليل في أزمة هوية هل بس وهدان هو اللي مش من أعداء الوطن ولا كل اللي فاتوا كانوا مش من أعداء الوطن ومين هم أعداء الوطن بيرفض ينفذ الأوامر فبيطلع عليهم في الزنزانة تعبين وبيطئرس وهدان وبيموت أحمد سبع الليل بياخد 15 يوم سجنه وبعدها بيطلع يرجع لبرج الحراسة تاني وبتيجي شحنة معتقلين جداد بيبص عليهم وبيبص على الناي وبيبص على العساكر اللي مستنين جوه وبيبص على عقيد توفيق شركس وبيصرخ هنا النهاية الجديدة النهاية الأصلية للفيلم بيبص عليهم وبيمسك سلاحه وبيسيب الناي وبيضرب على المعسكر بالكامل النار بيقتل العساكر والعقيد وكل الناس اللي موجودة وبيقعد يعزف بالناي بعدها بيتضرب بالنار وبيقع الناي جنب السلاح ودمه بييجع لهم وبينتهي الفيلم الفيلم هنا بيتطرق لفئتين من الناس محدش بيجيب سريتهم كتير في الزمن ده أول حاجة هي فئة المعتقلين السياسيين وتاني حاجة هي فئة عساكر الأمن المركزي وطبعا دي مش فئة جزابة خالص ان انت تتكلم عليها هنشوف هنا عدة مفارقات في الفيلم في سلوك أحمد سبع الليل أول حاجة هي مفارقة لما بنشوفه بيتكلم مع الحمارة في بداية الفيلم وازاي حنين معها وازاي بيحاول يساعدها وازاي خايف عليها وبيدعيلها هنشوف نفس الشخص بدون أي تغيير في حياته وهو عسكري وازاي عنده قصوة غير عادية نحية المعتقلين وبنشوفه ازاي بيضربهم وبنشوفه ازاي لما بيمسك الكاتب وهو بيهرب بيتعامل معاه كأنه قتل أهله كأنه عمل حاجة بشعة هو فعلا عايز انتهم منه ودي هي قوة الأفكار لما تاخد إنسان ما بيفكرش بنشوف الظابط وهو بيسأل بيقول له هل في واحد من المجندين الجديد بيعرف فيه قرأه ويكتب هو مش عايز ناس بتاعف تغيره وتكتب هو عايز ناس بتقول حاضر ونعم ناس يعرف انه هو يسيطر عليهم بسهولة وده بينطبق مية في المية على أحمد سبع الليل عشان كده سهل جدا انه هو يقنعه ويقول له ان دول أعداء الوطن ومجرد ما بيعرف انه هم أعداء الوطن بنشوف ازاي بيتحول تماما من شخص قمة في الحنية والطيبة لشخص قمة في العنف والتطرف ودي هي قوة الجهل بنشوف برضو سلوكه لما في الأول خالص بيشوفهم هم بيأكلوا بيستغرب ده كالترخير كنت انتو سايبين أعداء الوطن بيأكلوا في نفس الوقت مجرد ما بيتحول وبيعرف انه هو كان جاهل ولما بيقول له وهدان وبيشرح له الحقيقة وبيكتشف انه هو مضحوك عليه بنشوف ازاي بيدفع باستماتة عن وهدان وبيحاول قدر الامكان انه هو يحميه الجاهل متطرف في الاتجاهين في أقصى اليمين ولو خدتوا الأقصى اليسار برضو هيبقى متطرف الجاهل ما عندوش وسط بنشوفه برضو في معظم الفيلم تحت تحت الجميع أحمد سبع الليل هو أقل طبقة في المجتمع تحت الزابط وتحت الكاتب وتحت العسكري اللي أعلى منه وتحت الشويش وتحت الجميع أحمد سبع الليل الجميع بيبصوا له باحتقار أهل بلده بيتنمروا عليه الشخص اللي هو أحيد اللي ما تعملش معه باحتقار هو المتعلم والمثقف وهدان برضو بنشوفه دايما في جنب الكدر تلاقيه دايما اما في أقصى اليمين اما في أقصى اليسار لأنه شخص هامشي شخص ملوش تأثير شخص مش مهم في القرار هو بينفز بس هو أداة بنشوف في السجن لقطات كلها كلوز كلها دايقة كلها حبسة كل الشخصيات مركزة على الوشوش وتحاسسك أن الناس دي كلها محبوسين السجان والمسجون نروح بعد كده ليه الريف ونلاقي اللقطات كلها واسعة حرية ونعمل اللطمئنان مفيش حبسة في الريف مفيش حبسة في بيت سبع الليل اللي هو جاب منه الناي عشان كل ما يحس أنه فقط إنسانيته بعد عن فطرته بيطلع الناي وبيعزف به هو دا اللي بيفكره بالبلد هو دا اللي بيفكره بالأرض وبالطين اللي هو جاي منه ونفسه يرجع له تاني هنلاحظ هنا أن مدير التصوير استخدم عدة طرق مختلفة للإضاءة فمشاهد السجن هنلاقي الإضاءة بهتة وألوانها بعيدة كده ممسوحة إضاءة كئيبة لما نروح بعد كده في مشهد مثلا شراء اللعبة لما كان توفيق شاركس بيشتريب بنته اللعبة هنلاقي المشهد ناعم جدا والإضاءة فيها نعم كده من الرومانسية عشان يحسسك بالراجل دا ونظرته برا شخصية توفيق شاركس لما نيجي بعد كده نشوف مثلا واحدان واحمد سابع الليل وهم مع بعض نلاقي الإضاءة قوية والألوان واضحة ومعالم الصورة واضحة جدا بيبين لك قد إيه هم مع علاقتهم قوية ببعض حتى في عز الظلمة هم اللي اتنين بينين كويس لو مش بينها تفاصيلهم هم بينين إنه هم متلاحمين مع بعض بنشوف شخصية توفيق شاركس اللي موجود برا كأنكل توفيق وموجود جوه كالعقيد توفيق العقيد توفيق جوه ما بيرخمش بيعمل الناس دي كلها كأنها حشرات العساكر أدوات والمساجين حشرات بنشوفه بقى برا برا لما بيبقى أمكل توفيق هنشوفه في مشاهل عيد الميلاد وهو بيحاول يسليهم بهي شكل نوع كمية من الحنية جوايا غير عادية هنا هنلاحظ إن المخرج عطف الطيب أصر إن الأطفال اللي يبقوا حاضرين عيد الميلاد يبقى كلهم أطفال شكلهم أصحاقة عشان يبين لك الطبقة دي مين وعايشين إزاي في نفس الوقت في حاجة كده بتيجي في وسط الفيلم ممكن نكون ما بناخدش بنا منها قوي وهي علاقته بمراته عاملة زي الشبح كده في الفيلم هو غير قادر على السيطرة عليها على طول برا على طول خارجة كذا مرة يحاول يتواصل معها نلاقيه مش عارف يوصل لها وده بيورينا إنه هو بيعوض ضعف شخصيته مع مراته بإنه هو يبقى ظالم وقاسي على المساجين برضو الفيلم بيستخدم التصوير بشكل زكي جدا فبيقول لنا عن طريق التصوير اللي مش لازم يقوله بالكلام فبالله مثلا أنه هم بيعرفونا لسه على السجن والكاميرا بتتحرك بيورينا عقرب ماشي وبيقتلوا عسكري بعد كده بنشوف الصور بتاع السجن وبنشوف الأسلاك الشائكة بيورينا بدل ما يقول لنا وده زكاء وده طريقة الصح إن انت تعمل بيها فيلم وتوصل معلومة المشاهد انت بتحترمه بنشوف برضو نقطة إن كل واحد فوق إيه واحد وتحت إيه واحد فنلاقي على قمة الهارم خالص الوزير مثلا تحت إيه اللجان بتاعت اللي بتيجي تفتش تحت إيهم العقيد توفيق شركس تحت إيهم الظابط فهيم تحت إيه العساكر وأحمد سبع الليل واللي زيهم تحت إيهم المعتقلين دور أحمد زكي بقى في الفيلم هنا حاجة هي ما يتقلش عليها غير إنها مخيفة أحمد زكي هو أحمد سبع الليل ده مش أحمد زكي تماما في مشيته فحركته حتى اللازمات إنه هتلاقيه واقف بر الكدر تماما بر الفوكس اللي مشهد مش بتاعه وتلاقيه بتحرك عادي زي وزي إنسان عادي اللي هو أحمد سبع الليل حركت عينيه حركت عينيه في الفيلم ده أنا شايف إنها ما فوت الدرس لو أنت عايز تمثل فيه وفي الأيام وقعد أتفرج على عين أحمد زكي في الفيلم ده المشية اللي بيمشيها الجرية اللي بيجريها لو تفرجت على بقية أفلام أحمد زكي دي مش طريقته تماما ده غير اللي قالوا عنه طبعا زميله في الفيلم بإنه هو كان هو أحمد سبع الليل الناس كانت خايفة منه الطريقة اللي كان بيمثل بيها الفيلم برضو بينادي بعدة حقوق فهو مش بينادي بها بشكل مباشر هي بتي في الصيق الدراما فبنشوف حق أحمد سبع الليل في إنه هو يتعلم حق رشاد عويس في إنه يشوف تغيير وحق علي خليل اللي هو جميل راتب في الحرية الشخصية وحق أحمد راتب اللي لإنه واصق إنه مفيش محاكمة عدلة بيضطر إنه يعود يقول أنا كنت ماشي ورا النسوين حتى لو دي حقيقة هو من حقه محاكمة عدلة ومن حقه إنه ما يكونش موجود في المعتقل وفي النهاية بنشوف الناي لما بيقع والدم بييجي على الناي وهو جنب السلاح اللي تقتل بالمعسكر كله ده دليل على إن أحمد سبع الليل فقط برقته اتحول نتيجة الغليان نتيجة الضغط نتيجة القهرة نتيجة الكذب والظلم والتضليل البريق ما بقاش بريق عشان كده الدم سال على الاتنين مع بعض فيلم البريق بيحط لنا شوية أسئلة قدامنا هل لو جيت في يوم وضربك عسكري جاهل هل هتقول عليه بريق طب هل هو فعلا بريق وهل هو بريق عشان هو جاهل ولا هو بريق عشان مش هو صاحب الأمر هل كل جاهل بريق فيلم البريق هو عن هامش الهامش عن اللي منهمش مكان في التعليم أو في حياة كريمة أو في الحياة أصلا سبع الليل مش فلاح موجود في مصر سبع الليل موجود في مصر وبكل حتة فيه كوكب الأرض جاهل ما خدش أدنى حقوقه عشان يبقى بني آدم بينحط في الصخرة عشان بس يعيش حياة كريمة عز أصدقائه في الدنيا بقرة بتأكله وحمار بيساعده في شغله أحمد سبع الليل هو النوع اللي ما خدش فلصة أصلا عشان يتحسب عليها لو تحط في خير هيطلع منه خير ولو تحط في شر ويطلع منه شر سبع الليل اتحول من كونه إنسان لأنه أصبح أداة تستخدم لأي غرض لو اتكسرت تترمي وزي ما فيه واحد بيستخدم السيكينة في الطبخ فيه واحد بيستخدمها في القتل وعشان كده هنفضل نسأل السؤال للآخر هل أحمد سبع الليل بريء ولا أحمد سبع الليل جاني ولا أحمد سبع الليل خاين هساب لكم إنتوا بالإجابة دي فيلم البريء من الأفلام اللي عملت هي عملت ضجة في ساعتها وبعدها لمدة عشرين سنة فيلم البريء كل جيلنا عارف إنه كان ممنوع من العرض واللي كان بيعرف يلاقي اللقطات اللي محزوفها من الفيلم كان يعني حدث كبير جدا الفيلم فضل مدة طويلة جدا ممنوع وفضلت النهاية الحقيقية ممنوع عشرين سنة بسبب المنع ده طبعا ما حصلش على تأدير دولي كبير ولكنه خد جايزتين جايزة من مهرجان في كوريا وجايزة لجنة التحكيم في مهرجان فالنسيا وترشيح آخر والفيلم هو رقم تمانية وعشرين في أحسن ميت فيلم مصري ورقم أربعين في أحسن ميت فيلم عربي وحصل على جايزة خاصة سنة 1986 من الاتحاد الدولي للنقاط وتم السماح بعرضه الأول مرة كامل سنة 2005 تكريما للفنان أحمد زكي وتقييمات الفيلم على أي امدبي الفيلم واخد تمانية واثنين من عشرة من عشرة وعلى ليتر بوكس الفيلم واخد تلاتة وتسعة من عشرة من خمسة أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم أحب أسمع رأيكم في كومنتات لو أجابكم الفيديو لايك شير سبسكرايب وأشوفكم في حلقة جديدة من أرتلاب اشتركوا في القناة